حول ما يجري في ديالا من جرائم ضد الإنسانية عقدت هيئة علماء المسلمين في العراق مؤتمرا صحافيا في مركز الرافدين لدراسات الاستراتيجية بمدينة إسطنبول للوقوف على هذه الأحداث وأبعادها مسؤول القسم السياسي في الهيئة دكتور مثنى الضاري تناول الأبعاد السياسية للجريم المستمرة في ديالا النظام السياسي القائم في العراق بعد الاحتلال المبنى على الأساس الطائفي والعنصري يقوم الآن بتنفيذ فصل جديد من فصول جرائم الإبادة الجماعية في العراق وهو يحاول في هذه اللحظة الفارقة في لحظة الاشتباك السياسي في العراق الآن بعد الانتخابات أن يعيد سيناريو أحداث عام 2006 فيسا مراء بطريقة أخرى لأن الأزمة السياسية كبيرة في العراق الآن نتيجة الموقف الرائع للشعب العراقي والعزوف عن المشاركة في الانتخابات مما أوقع هذه القوى في حرج كبير وبين الضاري أسباب تركيز الهجمات على ديالا وخصوصا قرى قضاء المقدادية قرية نهر الإمامية قرية استراتيجية وأن هنا تستهدف لأن ديالا عموما هي رئيس الجسر الإيراني إلى العراق كما تعرفون والعراق رئيس الجسر الإيراني إلى المنطقة العربية والمقدادية رئيس الجسر إلى ديالا كما نبه الدكتور الضاري إلى أن ثمة أطرافا تحاول تميع جريمة قرى ديالا من أجل التكتم على المجرمين الحقيقيين ودوافعهم تيار مقتدى الصدر مشارك في هذه الجريمة لأن هناك معلومات لبعض المنظمات الحقوقية أن قسم من من هاجموا قرية نهر الإمامية باعون سرايا السلام التابع لمقتدى الصدر بحكم أن القرية التي هاجمتها داعش أيضا بناء على روايتهم هي من القرى التابعة للتيار الصدري المؤيدة له وهذا من أسباب نقمة هذه العامر عليهم لأن الأصوات ذهبت إلى تيار مقتدى الصدر فالذي وقع عليه الجرام من أتباع مقتدى الصدر إذن من ثأرهم أهل القرية ومن معهم إذن هؤلاء موالول تيار مقتدى الصدر على مقتدى الصدر الآن أن يسأل ويحاول تغطية هذا الموضوع وكأن الطرف الآخر منافسه الذي قام بالجريمة لا هو شريك في الجريمة حقوقيا أكد المحامي والناشط الحقوقي طارق شندب أن السكوت الدولي والعربي هو من شجع الميليشيات على ارتكاب الجرائم في العراق إن سكوت المجتمع الدولي والعربي عن هذه الجرائم وسقوت القضاء الدولي عن هذه الجرائم وعدم محاكمة أي من هؤلاء المجرمين الذين قتلوا آلافا من الشعب العراقي منذ عام 2003 وشردوا الملايين وهجروا الآلاف ودمروا المساجد والأبنية والقرى حتى أن هناك قرى أبيدت ومدن لم تعد موجودة وعائلات اندسرت إن سكوت المجتمع الدولي والقضاء الدولي عن ذلك هو من شجع أولئك المجرمين على الاستمرار بجرائمهم وبين شندب أن الاتحاد الدولي للحقوقيين سيرفع دعاوى قضائية ضد مرتكبي جرائم ديالا إننا في الاتحاد الدولي للحقوقيين كما ذكرت سنقوم بإرسال لجنة تقصي حقائق وسنتابع هذا الموضوع مع الإخوة في الهيئة وسنقوم بتقديم تقرير ونرسل نسخة منه إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى مجلس الأمن الدولي وإلى مدة عام محكمة الجنايات الدولية جرائم ديالا جزء من مسلسل تدمير العراق وتهجير أهلها الذي لن يتوقف في ظل استمرار العملية السياسية الحالية اشتركوا في القناة